موسيقى فإذن في نوعين من الناس اللي بتستثمر في ناس بتستثمر في بنك الأرض وفي ناس بتستثمر في بنك السماء استثمار أهل الأرض طبعاً مثل ما قال يسوع الجسد هو جسد الروح هو روح فإذن الجسديين الأرضيين كل تفكيرهم أرضي وكأنه الإنسان رح يعيش للأبد على الأرض مع أنه بيعرف عن الحقائق الإلهية لكن في قوة دافعة في داخله كأنه رح يعيش للأبد مش عم بيفكر في الأمور الأبدية عم بيكنز كنوز على الأرض ليه عم بيكنز؟ لتأمين الحاضر وتأمين المستقبل وكأنه الأمر انتهى عند هذا الأمر هذه الكنوز بيحكي عنها الكتاب كنوز بائدة كنوز تبلاء وتفناء أيضاً شو كانت ثروة القدماء؟ ثروة القدماء أحبائي كان من الحبوب كل أنواع الحبوب بيخزنها حتى هذه الحبوب بيتكلم أنه ممكن السوس يجي يوكلها وأيضاً المعادن المعادن بتصدي يعني ملهاش عمر طويل وإذا كان دهب أو نفائس ممكن المحتمل أنه حتى اللصوص يجوا يسرقوها فإذن يعني أين هو كنزك؟ وأنا بصلي أنه تبتد تفكر لما برجع بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر